أنا عايزة توقف بس عند الرسالة الأولانية لحضرتك قلت عليها دلوقتي الموجهة إلى الشباب يعني فيه فرص كتيرة جداً للاستثمار في سيناء ومش بس للاستثمار للعمل يعني فرص للعمل كتيرة وقدي إحنا الفترة اللي فاتت يعني لو رجعنا بالتاريخ اللي وارا شوية عشر سنين مثلاً أو أكتر من عشر سنين كان عندنا حاجة اسمها هجرة داخلية كنا دايماً سكان هذه المناطق المحافظات الحدودية المحافظات اللي ما فيهاش خدمات ما فيهاش تأهيل ما فيهاش بناء تحتية ما فيهاش مشروعات كان دايماً بيكون فيه نزوح وهجرة داخلية للقاهرة إزاي كل هذه المشروعات اللي حضرتك ذكرتها وتنفذت في كل القطاعات هتوفر فرص عمل مش بس في التشغيل لا كمان في إنشاء هذه المشروعات شوف أنا عايزة أقول لك أنه مختصر شديد أنه فيه مش أقل اعتباراً من العام القادم 24 مش أقل من 150 فرص عمل ستتوفر في سيناء ويمكن النهاردة يعني أنا عايزة أقول إنه لازم يبقى فيه حاجتين إنه فيه الدولة بدأت واستمرت في مشروع تنموي مستدام في أرض سيناء وبدأ لازم يكون في الجانب الآخر الشعب والشباب جاهزين إلى استخدام ذلك استخدام جيد يعني الفكرة إنه أنت النهاردة بقيت متواجد على أي 20 كيلومتر أي بتعدي في أن تبقى في سيناء ما عادش فيه فكرة إنه أنت تستنى على نفق واحد وتقعد 7 ساعات أصبحت العملية بالنسبة لنا ساعة و ساعتين و ثلاثة وممكن يبقى فيه حلقات متصلة بين مدر القناة في البزنس في العمل مدر القناة في غرب القناة وشارك القناة بشكل جيد و بشكل سهل جداً اللي أنا عايز أقوله إنه اللي بيفكر فيه زراعة زيتون اللي بيفكر في الطمور اللي بيفكر في النخيل اللي بيفكر فيه النباتات العطرية والطبية اللي بيفكر فيه مشروع صغير اللي بيفكر فيه بيت يقدر يشتغل عليه بيته وأرضه عشر فتاديين في المشروعات التنوية يعني أعتقد إنه فيه فرصة سانحة جداً حتى الشباب مصري الآن إلى دراسة كيفية العمل والوجود والتواجد في أرض سيناء أعتقد إنه إحنا من وجهة نظري المفروض يكون لدينا جميعاً من الداخل من وزعنا مشروع قومي لكي نصل بتسعة مليون أو عشرة مليون مصري من الكتلة السكانية المصرية بتتواجد لتعمير هذه الأرض اللي هي 60 ألف كيلومتر هذا الموقع استراتيجي بتتكلم على اللي عايزي تتكلم على السحل الشمالي في غرب أو في سوريا في شمال سيناء على سطور شريط ساحلي ممتد من أفضل شواطئ العالم في البحر العبد المتوسط بنتكلم على جزء اللي يتجزأ من يعني كروز والشعب المرجانية في الجنوب بنتكلم على خريج العقبة وخريج السويس بتتكلم على مناطق سهل جداً جداً عادة استخدامها وعادة استفادة منها محتاجين الناس اللي بتعمل حفلات كبيرة وبتنظر حفلات كبيرة تيجي تنظر حفلات في وسط سيناء وحفلات في جنوب سيناء وحفلات في شمال سيناء ننقل نظرة العالم ونظرة الدنيا في مصر في الداخل والخارج إلى منطقة سيناء ده ما كان مش حينفع يحصل يا دكتور غير لما يحصل إرساء للأمن وللقضاء على الإرهاب ووجود استقرار في المنطقة يعني مش حينفع نقول للسياح تعالوا احضروا حفلات مش هينفع نقول للناس تعالوا احضاروا حفلات او غيرها يعني ايا كانتنا انشطة غير بعد ملف اخد مننا جهد كبير جدا اخد مننا ارواح من يعني الشرصة المصرية والجيش المصري يعني اخدنا فترة طويلة جدا لغاية ما وصلنا لهذه المرحلة ان احنا نقدر نقول تعالوا وعملوا حفلات الوضع امن ومسقر اولا عشان كده انا قلت في بداية كلامي انه احد اهم المحاور اللي بدعوا عليها القطاعات اللي هو تطهير الثناء من الارهاب ويمكن كان عندنا نموذج جديد على فكرة ويكلم عنه سيد الرئيس في ممبر امم المتحدة انه احنا استبدلنا الارهاب بالتنمية يعني لم تكن عملية القضاء على الارهاب فقط اولا عشان بس الناس اللي تسمعنا يعني انا بحيي قوات المسلاحة المصرية اللي محركتش العراصر الارهابية الصعبة من نقطة صغيرة في سيناء يعني لم يتحرك الارهاب في شبه جزيل السيناء في اكثر من نقطة واحدة صغيرة على مدار اربع او خمس سنوات حتى تم القضاء تماما واصبحت يعني الان سيناء من المناطق الاكثر امن في جمهة القصة العربية ما كانش ده الفلسفة بس كت الفلسفة كمان ان احنا قادرين على حماية الاستثمارات ان الجيش المصري قادر على حماية الاستثمارات على الارهاب سيناء اعتقد ان احنا لازم نفهم كمصريين ان الثمن وفطورة الامن فطورة اقتصادية كبيرة الامن له فطورة وعشان نبقى فاهمين قويس جدا وفرصة ان انا اوضح هنا انه اللي حصل في تطوير القوات المسلاحة المصرية عنصر اقتصادي مهم جدا وكان لابد ان يتم ذلك والأيام اكدت الان واسبتت ان التحديات الجيو سياسية والظروف للتمر بها البلاد ونحن نعمل الان والنيران تحيط مصر من كل جانب وبالتالي نحن نقادرين على حماية الاستثمارات المحلية وقادرين على حماية الاستثمارات الاجنبية سواء على ارض مصر دل تنين او في قلبه او في اوقف سيناء هذا ثبت بالدليل القاطع ان احنا لدينا رؤية في الذي يحدث لم نطلق الارهاب ولكن دخلنا سيناء بمنظومة مزدوجة هي القضاء على الارهاب والعمل على التنمية الشاملة في ارض سيناء تحويل سيناء الى كتلة سكانية كبرى منتجة تنموية تستطيع ايضا ان تؤدي دور مهم جدا في صناعة منظومة الاقتصاد المصري والتجميع المحلية الإجمالي الامن في سيناء وما تم فيه الان من خطط استباقية يعني ما حدثت في سيناء من ارهاب بسيط لن يحدث في المستقبل لانه الان القوات المسلحة المصرية طورت الاداء وطورت التسليح وطورت الخطوط اللي بتتعامل معها كل ده احنا شفناه اسمعناك اعلام اسمعناك المحللين شفنا تنوع السلاح من كل دول العالم في اخر 10 سنوات شفنا التشكلات العسكرية اختلفت بعدنا القواعد اصبحنا الان دولة قادرة على ان تحمي التنمية على ان تحمي الاستثمار حتى فيه عمق سيناء الامر ما بقاش يعني بشكل او باخر حالة اللي مرضينا بيها من 2011-2013 دي مش هتتكرر تاني نتيجة ان فيه جزء كبير جدا من العمل المشترك اللي بقائم فعلا على توزيع عدالة التنمية عندما نأخذ سيناء توزيع عدالة التنمية طبعا عدالة ونواتج التنمية لما يكون عندي استثمار تنمي في سيناء يقترب من التريليون جنيه في 8 سنوات اذا ده جاي من توزيع العادل للنمو والتنمية على ارض مصر وخلينا اقول هنا يمكن يعني نهاردة نتكلم عن تنمية سيناء الناس اللي تتكلم عن تنمية الصعيد ايضا عندها نموذج مختلف اذا مصر الان تتحدث عن نموذج يهتم بتوزيع كل ما يحدث من نواتج النمو على جمهورية مصر العربية سيناء صاحبة جزء اكبر وانا شخصيا مشوف ودي دعوة كل رجال اعمال يمكن الداخل والخارج انه لازم نهتم اهتمام شديد جدا لدينا فرصة سانحة جدا لان نكون مقدمين لاقتصاد قوي من خلال سيناء